في الشان المحلية عقد في قصر معشي قبي عدن اجتماع الرفيع بين مجلس القيادة والحكومة لبحث مسجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية وإجراءة كبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية وقرى الاجتماع حزمة من الإجراءة والتدابير اللازمة المحاصرة عجز الموازنة العامة وردع المضاربين بالعملات وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبة وفي الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي التأكيد على التسريع بين قاد خطة الانفاذ الاقتصادي والحد من تدعيات الانقسام النقدي إلى ذلك بحث رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي خلال اجتماع طارئ باللجة الأمنية العليا الأوضاع الأمنية والاقتصادية ونقش الاجتماع عددا من الملفات والموضوعات الأمنية والعسكرية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في عدن والمحافظات المحررة كما ركز الاجتماع على دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وأسناد جهود البنك المركزية وتبكينه من إدارة السياسة النقدية وتفيد إجراءته الرامية لحماية العملة الوطنية من خلال طب السوق الصرف وردع المضاربين به